هو زي ما المهندس عادلي قال مش الكابتن شاو عب شاف اللي وبعدين الفلوس بقى ونبى كابتن شاو أبو سئدكو يا أبناء النادي الأهلي والنبي عشان خاطري ولا دي لسه مقلهاش لسه مقلهاش آه انت قلتلي في حاجة تانية آه بس في الفيديو ده يا جماعة لإن هي متعلقة بضوابط السياسات مش كلام كده ارتجالي مجلس الإدارة بيفوض كابتن محمود الخطيب بالإشراف على الكور زي ما فوض الكابتن صالح سليم بالإشراف على الكورة زي ما فوض الكابتن حسن والمهندس محمود طاهر كل دول مجلس إدارة فوضهم في اتخاذ ما يرونه من قرارات تخص كرة القدم وبعد كده بيعرض على المجلس في أول اجتماع ليه الاعتماد ما تقرر لكن هو ازاي ياخد قرارات وملمين ياخد القرار والأول مرة أشوف رئيس النادي بياخد قرار فورا بعد المباراة لا لا أول مرة كابتن صالح سليم عاقب لعيبة قبل ما ترجع مصر لأن الأمر استدعى ده وكابتن الخطيب حتى لما رجع اتنين من تنس الطاولة من المغرب ففكرة أن الرئيس النادي عنده هذه السلطة بالذات لما يبقى مفوض في إشراف الكورة لأ عنده سلطة مطلقة ويرجع للمجلس كون أنه شايف فيه خلل على أنه يتدخل فيه فيه عقوبة لازم أن تتفرض دي رؤيته لأنا هقول أنه هو صح أو غلط ولا أنت يا كابتن شاوي هتقول أنه هو صح أو غلط ممكن فوجة نظرك يبقى غلط بس فوجة نظر كتيرة جدا بتقدر تدخل الكابتن الخطيب فيه اتخاذ عقوبة ضد اللاعبين نتيجة ما حدث وحنشوف النهاردة عدد كبير جدا من الخبراء والإعلاميين تقييمهم للعقوبات دي كانت إيه بدون اختلاف لكن من حيث المبدأ لا من حيث تنبيه الجمعية العمومية دي اللي تحتها عشر خطوط زي ما أشار المهندس عادل بس كمان كان فيه كلام تاني من الكابتن شاوي نسمعه يعني مثلا نهاردة لما تسيب أحسن فروت عندك برومسنج أنه بأحسن فروت في مصر وتسيبه ويطلع إعارة بـ 200 ولا 300 ألف دولار وانت بتجيب لعيب أقل منه بالنادي تاني نافع فيه 28 مليون جنيه وجايب عليه وثلاثة لعيبة معارين لما تسيب أحسن لعيب فرص الملعب عندك اسمه ناصر مهر تسيبه يمشي بدون ما ياخد فرصته حتى يعني أنا قصدي وجبت لعيبة للأسف الشديد احنا بنتكلم كل اللي بيحصل الإدارة بالذات الإدارة المسؤولة عن الكورة في النادي الأهلي كل اللي همها نهاردة السوشيال ميديا وتحسن سورتها قدام الناس النهاردة لما يطلع أنا مش قادر أفهم كمان أنا بعاقب لعيبة وأنا قاعد في المدرك بعد المباراة مباشرة ده مش إجراء ده إجراء لا هو تربوي ولا هو صح ولا يحسن الفترة اللي جاية وبعدين أنا عايز أفهم إزاي تعاقب مدرب بهذا الشكل حقالك كل البطولات دي وتخصب منه وتعامله كتلميذ بتخصب منه طيب المدرب والجهاز الفني طيب ده كترة زمهم إيه أن يتخصب منهم يا سيد الفاضل أنا برضو لغاية دلوقتي أنا مش عايز أتكلم على الأخطاء الفنية بتاعت العيبة لأن إحنا معرضين أي فرقة في العالم بما فيها ريال مدريد برشلول أي فرقة ممكن تخسر وتخسر نتيجة عدم توفيق أنا شايف شايف أنك إنت حتى البطولات اللي إنت خدتها خدتها وإنت يعني خدتها بتوفيق ربنا هو في حتتين هنا كما فهمت الكابتن شاوي إن تركيزه إن الكابتن الخطيب خد قرارات منفردا وكأنه يريد أن يقول ده مش من صلاحياته لكن وهو بيقول هذا الكلام هو بيدعم الكابتن الخطيب بدون أن يشعر في أنه إنت زي تعاقب مدرب جاب لكل البطولات دي طيما ده كان قرار الكابتن الخطيب إن هو اللي جاب المدرب اللي جاب كل البطولات إذن الحصيلة إن الأهل جاب كل البطولات دي ها فإدى مكافآت وإدى تكريمات وإدى حوافز ها ولما حصل إخفاق وشعر الكابتن الخطيب في الأول إن الإخفاق ده وارد وكان له أسبابه ها وقف حفز اللعيبة قال له أنا ما احتفلتش بيكم مما كرمتكوش ها فحكرمكو وربما الرسالة كانت تستدعي إنها تكون مش في حجرة مغلقة لإن فيه رأي عام كان ينبغي أن يرى وأن يقدر اللعيبة دي فكان وإنه شيل الضغط على النزل على اعتبار النقطة اللي الكابتن شوق شايفها إن الناس دي جابت بطولات كتيرة فكان يريد أن يشرك الجماهير فيما يفكر فيه إن أنا حكرمهم ما تستغربوش بقى لإن اللعيبة دي جابت بطولة فيجوز يكون التعمد هنا إن يبقى في الملعب وله أسبابه لكن دي ما دي مفعش يبقى بمحل نقط لإن مفعش تصرف موسيق ده بالعكس كان كلام كله طيب يعني فنفس الشخص المفوض بإدارة شؤون الكورة عندما يرى أنه من وجهة نظره نظر كتير شافت إن كان هناك ثم التقصير والتقصير ما كانش لعيبة بس تقصير فيه الاستعداد للمباراة اللي هي مسؤولية الأجهزة الفنية والإدارية فاتخذ قرار العقوبة لكن إزاي تعاقب مدرب جاب لك كل البطولات دي تم هو يبقى أنت احسب لي الأواملينية اعترفت بفضل الخطيب اللي جاب المدرب اللي جاب كل البطولات دي اللي أنت بيتلومه على اتخاذ قرارات فردية قدت إيه لأنه يجيب كل البطولات دي ويروح منه لقب السوبر لقب السوبر وابريها الدول الموضوع وجهة نظر خلاص أنت مستق من سياسة الكابتور خطيب واضحة تحديدا مستق من شخصه أيوة مستق من أن أنت مش موافق على على تصرفاته بس التصرفات دي أنت وأنت تريد أن تهاجم نسبت له فضل كبير فيه كثير مما تحقق على السياسات اللي أنت رفضها يعني بنفس الإسلوب الإداري اللي أفرز المواقف اللي أنت معترض عليها هو أفرز هذه النجاحات أيضا لكن لنا ولا أجادله لأن هذا حقه حقه أن يقيم حقه أن يقيم كما يريد قيادات الأهلي حقه أن يقيم فطرة الإدارة بتاعة المجلس دي وتحت قيادة الكاملة الخطيب كما يريد هذا حقه الراجل دا كان نازل عايز يبقى عيده مجلس إدارة فهو عند وجه نظر في الإدارة هذا حقه مش عايزين نتجادل في هذا الأمر لكن اللي أنا مختلف مع الكابتن شوق فيه هو ليه كابتن شوق أنا بنعوم على العوم الناس اللي عايزة تسيق للنادي الأهلي يعني مين قال أن فيه مبالغ أنا سألتك طيب هو هو هل ممكن ترجع لنا المبلغ كابتن شوقي اتكلم في ثلاث نقاط اهه بلا شك هو مسك بعد هارس بالضبط بعد أنور سلامة بين الكابتن أنور وهارس وجب طولة كاس مصر يعني أوكي كابتن شوقي أحمد ياسر ريان ما الأهلي ما باعهوش بـ 200-300 ألف دولار الأهلي عاروا للنادي التركي بـ 300 ألف دولار لكن معانية حقية النادي التركي في الشرب كان بـ 2.5 مليون دولار 2.5 مليون دولار حقية البيع لاحقا فبالتالي لما أقول باعه بـ 200-300 ألف دولار لا أنا بعيد أوي 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 عن الحقيقة لكن كمان أروح أشتري واحد بـ 28 مليون وعليه اثنين لعيبة لا برضو الأرقام فيها مغلطة كتير بهدف الإساءة لشخص كابتن محمود الخطيب عشان تبقى الأمور واضحة معاني القرار ده كان قرار فني في الدرجة الأولى لأنه رقم واحد كابتن شاوي وهو مدرب أكم من اللعيبة رفضها أكيد الكابتن صالح والمجلس وقتها لا يمكن كانوا هيفرضوا على الكابتن شاوي المدير الفني خد اللعب الفلاني وما تخدش وما تلعبش اللعب العلاني فلما ميستر بيتسو مسماني يقول أنا عندي مهاجم أساسي زي محمد شريف عايز المهاجم التاني اللي معاه يكون عنده خبرات فيفضل حسام حسن عن أحمد ياسر ريان وتتوافق الرغبة مع أن الأهل عايز يدي فرصة لواحد من ولاده النبيهين النبيغين اللي طالعين فرصة الاحتراف الخارجي دي مسألة أعتقد تحسب لإدارة الكرة مش تحسب عليه أنك أنت مبدئيا بتحترم وجهة نظر المدير الفني وبتنفذ رغبته ورقم اتنين بتدي فرصة لواحد من ولاد النادي الشبان أنا شخصيا لو سألتني كنت أحب أن أحمد يسافر لا أنا كنت أتمنى كده لكن 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 الخطوة اللي هو تنقل لها ماشي عارة محلية بالظبط دي خطوة قد تضيف إليه خبرات وتفيدني ويرجع لك ويرجع أو ينتقل أو تبقى خطوة بداية مشوار كبير له يبقى عارة ب300 ألف دولار أقول إن هي بيع دي مسألة في الجانب في أمانة المعلومة مش موجودة رقم اتنين هو حسام حسن الأهل اللي راح يشتراه بـ 28 مليون وعليه اتنين لعيبة برضو تاني علشان أقول لكم عدم دقة المعلومات واضح هدفها شخصي يا كابتن شاوي أحمد حسام حسن الأهل اللي اشتراه من سموحة بـ 16 مليون جنيه إيه رأيك بقى؟ يعني 16 مش 28 لكن الإعارة إن الأهل يعير لسموحة بكها مفاهد جمعة المهاجم الناشئ مدى توجهه موجود دايما وأعتقد كل الناس كانت سعيدة إن الأهل يعير لعب زي محمد شريف ويرجعه من إنبي مهاجم أساسي لمنتخب مصر وأحمد عبدالقادر ويعير عمار أعتقد سياسة الإعارات لو حتقيمها كرأي فرن حضرتك لازم هتأيد وهتسعب للعمل ده وأكرم